اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويب سيرفيس مقدمة من شركة امازون منها استطيع عمل فيرشوال ماشين بداخل الكلاود الخاصة في شركة امازون طبعا هذه الفيرشوال ماشين راح تكون تابعة لي لكن موقعها بداخل الداتا سنتر الخاصة في شركة امازون اكيد مقابل مبلغ مالي فاذا هاي الخدمة اتيح لي انه اخلي السيرفر التابع للشركة ماتتي على الكلاود وهنا احب اضيف فد نقطة معينة بانه الفيرشوال ماشين اللي راح نتعامل وياها تسمى انستنز بداخل امازون فاذا ممكن نشوف بانه راح جاقول لك راح نسوي create انستنز او راح نضيف انستنز او راح نمسح الانستنز مارتن اخصص بيها بانه هي الفيرشوال ماشين تسمى انستنز بعد ما تعرفنا يا شنو ال EC2 هنا يجي قبالنا فالسؤال ليش انا اختار ال EC2 او ليش احتاج ال EC2 سيرفر صراحة اكو اكثر من جواب لكن راح نجاوب بالجواب اللي انا اشوفه اكثر جواب مناسب الى هذا السؤال ببداية مشوارنا بعالم الكلود اللي هو اتخيل بانه انت تشتغل بفت شركة او مؤسسة واحتاجت على سبيل المثال تو سيرفر هاي السيرفرات اللي احتاجتها حتى تنزل عليها في تطبيق معين او تريد تسوي عليها في تطبيق معين طبعا هنا انا اكفت السؤال يجي اشقد المدة الزمنية اللي يحتاجها هاي السيرفرات حتى توصل اليك ممكن اقلش اسبوع الى 10 ايام راح تقول ليه طيب ليش اسبوع الى 10 ايام اول شي لازم تقدم طلب للمحاسبة واللي يتوافق على الطلب ويتخصص التخصيص المالي وبعدين ينصرف المبلغ بعدين يلا يجي السيرفر طبعا وبعض الاماكن لازم تجيك 3 عروض ويسوون مفاضلة يا عرض اللي احسن من ادهن 3 افرات ويا افر احسن وبعدين يلا راح يعني يتوصل لك السيرفرات ماتك طبعا بهاي الحالة اكيد اكثر من شهر او 40 يوم راح تاخذ المدة بعد ما اجتي السيرفرات ممكن انه نفكر بموضوع الباور راح نجيب لها باور ممكن نفكر بموضوع الو بيس ممكن نفكر بموضوع الكابلينج ما كابلينج وغيرها من الشغلات اللي نحتاجها حتى نقدر نشغل هاي السيرفر ماتك طبعا هذا الكلام كلية اللي اتكلم لك عليه ممكن بالسيرفز اللي تقدم ليها امازون اللي تسمى ال EC2 سيرفز ممكن نجي نسويه خلال دقائق يعني ما راح تتجاوز عندي هاي العملية كلها اشوي سيرفر واضف عليها الابلكيشن ماتي ما تتجاوز المدة كلية هاي دقائق فاذا فكرة ال EC2 فكرتها بانه راح نجي نحط السيرفرات ماتنة بداخل الامازون كلاود او بداخل الامازون ويب سيرفز اللي هي الداتا سنتر الخاصة بشركة امازون خلينا نجي نتناقش بفكرة ال EC2 options شنو تقصد بكلمة ال EC2 options اذا تذكر بانه احنا اتفقنا ال EC2 هي خدمة تقدمها امازون حتى خلي السيرفرات عليها اوكي طيب هاي خدمة غير مقابل مبلغ مالي يعني المفروض ندفع فلوس على هاي الخدمة هنا انا اقصد بانه خلينا نجي نتعرف على طريقة الالتزام ويا شركة امازون عن طريقة راح نقدر نعرف شنو الالتزام وياهم حتى ندفع فلوس وبنفس الوقت نحصل على السيرفرات هاي الطريقة الاولى تسمى ال one demand شنو فكرتها فكرتها بانه راح نجي احنا ندفع بالساعة او بالثانية حسب احتياجنا للسيرفر وطبعا ماكو اي التزام من طرفنا شا اقصد بهذا الكلام اقصد بانه ممكن انا اسوي سيرفر مالتي واشغله لمدة ازنزع ال application مالتي واشغله لمدة ساعة او ساعدين وبعد ما اخلل شغلي ممكن اسوي ال terminate للسيرفر مالتي واطب فيه وخلص راح ادفع فقط على المدة اللي انا استخدامت بها السيرفر او ال instance مالتي اللي هي ساعة او ساعتين طبعا هذا ال option يفضل استخدامه بالفترات القصيرة بس مثلا عندي فتست ال application معين عندي مثلا السيرفز اردى قدمها لمدة سبوع محتاج لها السيرفر لهذا الاشياء ما يفضل استخدامه للفترات الطويلة ليش لانتك لفتها تعتبر غالية شيئا ما مع ال optionات الثانية المتاحة عندي خلينا انيواك نشوف ال option الثاني ال option الثاني اللي هو يسمى ال reserve شن فكرة هذا ال option فكرة هذا ال option بانه ممكن انه يعطيني discount كبير يوصل تقريبا الى 75% مقارنة مع ال option الاول ال one the month بس بشرط لازم نلتزم ويا شركة امازون لمدة سنة او ثلاث سنوات ها فاذا هنا انا اكفت شرط بالموضوع بانه اوكي ممكن تحصل على discount يوصل الى 75% بس بشرط بانه لازم تلتزموية الشركة لمدة عقد سنوي لمدة سنة او ال option الثاني ثلاث سنين طبعا هذا ال option شو وقت نستخدمه نستخدمه وقت ما اكون انا متأكد بانه سيرفر ماتي رح يبقى على امازون لمدة سنة اقل شي او ثلاث سنوات ويعتبر من احسن الحلول الموجودة قدامنا لانبي discount جدا عالي ال option الثالث اللي هو يسمى ال spot شن فكرة ال option الثالث ال option الثالث فكرة بانه هاي ال instance او هاي سيرفر يكون سعرها جدا قليل مقارنة بال option الاول طيب ليش شن السبب السبب لان هذا السيرفر موجود اصلا بس ما حد يستخدمه حاليا فامازون تقول احسن ما يبقى هذا السيرفر فارغ خلينا نجي احنا ناجره بسعر رخيص بس بيها ايب او مشكلة خلينا نقول اللي هي امازون تقول اذا احتاجت هذا السيرفر فمن حقي انه اطفي او استخدمه يعني اذا انت مشغل سيرفر معين مثلا على ياوب ممكن انه امازون تجي اطفي هذا السيرفر باي لحظة فاتخيل بانه سيرفر مرتك على ياوب او على ياميل سيرفر وتجي امازون اطفي باي لحظة طبعا طريقة الدفع راح تكون على قد الاستخدام اقصد بانه بالساعة واذا جدت امازون طفت سيرفر مرتك فخلاص هي راح تتحمل انت راح تدفع فقط الجزء اللي كنت مشغل بسيرفر ووقت ما طفت سيرفر مرتك او ووقت ما صار لديليت بانه امازون هي راح تتحمل بقية التكلفة طبعا ها الطريقة ما ينصح انه نستخدمها بالريال كيس ليش لان ممكن بانه يعني تخيل بانه انت عندك ويب سيرفر وحاطه على نوع اللي هو يسمى نسبوت فممكن باي لحظة انه يروح هذا السيرفر مرتك طيب شون الفائدة من عدها الفائدة من عدها ممكن بانه استخدمها مثلا ممكن لاغراض التست نستخدمه وممكن لاغراض وقت ما ارسوي سيفساتي مثلا انا قاعد داء قراءة ممكن اشوف لي سيرفر بسعر مناسب واحتاج بانه انزل عليه في الابلكيشن معين او اشوف عليه في التجربة معينة واشوفه بانه هل راح تسير معي او لا فاذا هذا الاوبشن اللي هو الاوبشن الثالث الاوبشن الرابع اللي هو يسمى فيزيكال هوست موجود بالداتا سنتر الخاص بشركة امازون لكن هال السيرفر يعتبر فقط للمؤسسة ماتية او فقط للشركة ماتية بمعنى اخر الاوبشنات الاول والثاني والثالث اللي مرينا عليها قبل شوية كنا احنا انكرية فيرشوال ماشين بداخل فيزيكال سيرفر بينما هنا الفيزيكال سيرفر كليته راح يكون تابع الي طبعا بهاي الحالة تعتبر جدا مكلفة هالحالة تعتبر جدا جدا مكلفة ليش ان انت راح تستخدم فيزيكال سيرفر كامل ورح تيجي انت بداخله تقدر تسوي الماشين التابعة اليك اهنان اكفر نقطع نتناقش بيها هاي التفاصيل ممكن تتغير باي لحظة يعني اقصد بانه الاسعار مالتنا والاوبشنات ممكن تتغير باي لحظة فحتى نبقى على اوبديت بالموضوع لازم نجي انيوك دائما نشيك الوبسايت الخاص بالAWS Pricing وبنفس الوقت هاي الاسعار صراحة تختلف من منطقة لمنطقة ثانية اش اقصد بها مثلا الاسعار بنورث برجينيا مو نفس الاسعار اللي موجودة اه مثلا على سبيل المثال بأوهايو الاسعار اللي بأوهايو مو نفس الاسعار اللي موجودة بدولة ثانية او بريجين ثاني فاذا لازم انيوك نعرف قبل من نكرت السيرفر مالتنا نعرف بانه السعر مات اش قد اش قد رح نتفع عليه بير اوار اش قد رح نتفع عليه التزام سنوي او ثلاثة سنين وحتى الاوبشن اللي هو يسمى Dedicate Host قريت نعرف بانه اش قد سعر هذا الفيزيكال سيرفر اللي احنا رح نجيه نسوي فيارت دائما ننظل على Update عن طريق الموقع اللي هو خاص بشركة امازون وممكن بانه الموقع احضر لكم ياه في description واذا نسيت فراح just google it AWS pricing راح يطلع عندك الموقع وتقدر تشوف الاسعار بكل تفاصيلها لان هذا الكلام ممكن بانه يتغير بأي لحظة وممكن بانه تنزل اوبشنات اضافية مثل ما اتدفقنا بالمستقبل او ممكن بانه تنلغي واحدة من هاي الابشنات لحد نهنانا نكون انيوك خلصنا الجزء النظري الخاص بال EC2 خليني آنيوك نتوقف ونكمل الجزء العملي ببارت ثاني حتى مصير مدة الفيديو طويلة وصلنا آنيوك من نهاية الفيديو أتمنى أنه يكون كل استفادة من عنده شكراً لكم وسلام عليكم